اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم وقفة اليوم امام المحكمة المدنية بالدار البيضاء وقفة اليوم كمال سوف لن يقفى على جميع المشاهدين وعلى جميع العرب وعلى جميع المسلمين في جميع بقاع العالم انها وقفة من اجل الشعب الفلسطيني وقفة من اجل غزة وقفة من اجل شهداء لقوا حتفهم البارحة وقبلها في ايام خلائل نسمع عن ارقام خيالية في بحار من دماء وضع اصبح مزري وضع اصبحنا لا نملك معه الا قولنا لا الى الى الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون شهداء احياء عند ربهم يرزقون وتين قلوبنا انتفض ليلة البارحة بمشاهد ومجازر لم نعود نقوى على احتمالها اصبحنا فعلا نسائل انفسنا عن عروبتنا وهويتنا وصفتنا ونحن شعب الله ذاك شعب اختاره الله من قيمة الشهداء اختارهم الله في من عنده وانما نحن بشعوب العرب وبهذه الدماء المسلمة لم نعود نملك الا ان نقف تضامنا معهم ونحن نعلم انهم شهداء وعند ربهم سوف يكون الجزاء وعند ربهم مقتصمون وعند ربهم سيكون كل الفضل لهم ورحمة بهم مما يعانونه الان وقفتنا اليوم هي وقفة الصفة هي وقفة البدلة وقفنا كمواطنين بالرباط ووقفنا كمحامين بصفتنا ببدلنا من امام المحكمة حتى نعبر للعالم ولرأيه العام العربي والدولي والوطني باننا جزء من هذا الوطن وباننا جزء من هذا الشعب وبان الشعب الفلسطيني هو جزء مننا وارتباطنا دائم كان وسيضقى وسيضل ونسأل الله لهم النصر ونسأل الله لهم النصر وسيكون لهم بإذن الله النصر والتمكين والسداد ورحمة الله على الشهادة نجمعيات المحامين الشباب اليوم تقفوا تضامنا مع الشعب الفلسطيني الأخ والأبي والذي سيبقى دائما قضية فلسطين قضية شعب عربي مسلم لا يمكن أبدا أن تنازل عن حقوق الفلسطينيين غزة اليوم تكون مسرحا لإبادة إنسانية لا يمكن السكوت عليها مستشفيات مدارس مساجد تستهدف بقوة صيون لا يمكن السكوت على ذلك وجمعيات المحامين السباب بالضربة إذا ستبقى دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقوقه وأرضه إلى أن تكفى العمليات الصيونية وأن يكون الشعب الفلسطيني حرًا أبيًا في أرضه بدون سيتلا تسبب الوقفة غنية عن تعريف هذه الحملة الشريسة الهمجية التي تقودها الصهاينة في فلسطين المحتلة هي أكثر من سبب الاغتيالات المجازر للأطفال للنساء وهدم البيوت إلى آخرين هذو ما الأسباب تكون معروفة لأسباب لخلات نخج واليوم المغاربة كاملين والمحامون أيضا تعبروا على سخط ديالهم على السكوت ديال الأرض والعربية وكي يعتبروا بأن هذا الشيء تخدوا لا بد من أن ينخلط الجميع في هذه الحسنة على الهجمة على الشعب الفلسطيني البطل هذه الوقفة التي دعت إليها مشكورة هي جمعية محامون شباب الدار بيدا هذه الوقفة التي يشارك فيها السادة المحامون أولا من أجل التنديد بالهامجات بالهجمات التي يقوم بها الصهاينة في مواجهة إخواننا في فلسطين في غزة الاعتداءات التي يتعرضون لها الأشخاص الأبرياء المدنيين الأطفال البارحة يعني تابعنا على مستوى وسائل الإعلام الداربات الموجهة للمشتفيات وعدد الضحايا والشهداء فهذه الوقفة والوقفات التي يقوم بها جميع الأشخاص الحقوقيين والمتظامات على مستوى العالم للتنديد لابد من أن يتدخل المجتمع الدولي للتدخل بقوة لكي يتراجع الصهاينة عن هجماتهم ضد إخواننا في فلسطين وفي غزة لا تمنى يعني أن يتحرك المجتمع الدولي دول المنظمة الحقوقية الهيئات من أجل أن يتراجع الصهاينة عن هذه الهجمات وعن هذه الهجمات التي أدرت بالإنسانية بصفتين عاما في التظاهرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني المنظمة من قبل جميع المحامين الشباب بالدار البيضاء اللي يبلغ رسائل شتى إلى المنتظم الدولي مفادها أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب للأرض المنتهك للحقوق والحريات للشعب الفلسطيني مجرم ومحرم قانونيا ودوليا ينبغي على المتظم الدولي المتحدة مسؤولية وفي اتجاه إقاع العقاب والجزاء على هذا الكيان المجرم الذي لم يرتد له طرفه في ربي العزل المدنيين والجرحة من الأطفال والنساء بالقنابل المجرم دوليا وبالمتفجرات الفصفورية فهذه رسالة أولى أما الثانية فإلى السلطات المغربية لنقول لهم كفى التطبيع مع هذا الكيان الذي يرتكي بأفعال إجرامي ضد البشر ضد الشجر ضد الحجر نقول له بأن التطبيع للأسف المغرب أخذ مناحي عديدة على المستوى العسكري والأمني والاقتصادي والثقافي وهذا لا ينبغي كيف فيعقل أن نضع أيدينا في يد من يقتل أطفالنا من يقتل أمتنا من يقتل نساءنا من يقتل العزل المدنيين فالأوفاق الدولية والمواطق الدولية تجرم هذه الأفعال المرتكبة إلى غاية الآن في اليوم الثاني عشر من هذه الحرب الشعواء وهذه الحرب الظالمة على الفلسطينيين وعلى المقاومين وقعت عشرات الآلاف من ضحايا من جرحة ومن شهداء ملايين أو آلاف من النازحين وهذا يعتبر تنجير قصعي للفلسطينيين والذي تجرم الأوفاق الدولية في الاتفاقيات التي وقعت سبت ألف ٤٨٨ وخاصة المادة ٤٩ من القانون الدولي وأيضا المادة السادسة والسابعة والثامن من نظام روما والذي يجرم هذا التهجير القصري فتحية لكل حرائر وأحرار العالم على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الأعزل في محنته